السلام عليكم ازايكم حلقة دي حلقة مهمة جدا مبارح عصل كمين في حي شجعية كمين ده عملته حماس لكوة اسرائيلية وعاوزك تبص على تفاصيل الكمين عامل ازاي مش بس كده من اول مرة من بداية حرب الضفان الاقصر حد النهاردة جو بايدن بينتقد نتانياهو علانية وعلى فكرة الراجل ما انتقدوش مرة لأ انتقدوا اكتر من مرة يعني في مواقف مختلفة علانية لأكتر من كده نتانياهو نفسه طلع تضع عليه هل نشهد خلاف بين جو بايدن ونتانياهو قوي يؤدي لإيقاف الحرب ولا ما حصل ده مبارح عادي ومدروس الحقيقة الصحف الاسرائيلية النهاردة والامريكية ابتدت تتفنن وتحلل كلام جو بايدن تجاه نتانياهو ورد نتانياهو على جو بايدن برضو مش بس كده الحوثيين ابتدوا يبقى لهم دور مختلف لان النهاردة برضو ابتدوا يعترضوا بعض السفن وكان في حادث عن باب المندب مخبار كتيرة قوي وتحليل في مدار الفطول بشي أقول لك علي واكشف لك تفاصيله لازم أقول لك القصة ملاوي أقر جيش الاحتلال بمقتل عشرة عسكريين غالبيتهم من الضباط في كمين للمقاومة في حي الشجاعية ومن بين القتلى قائد لواء يفتاح وقائد الكتيبة الثالثة عشرة في لواء جولاني حلو اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني يقولك ان احنا معنا رعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية أنا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب لي هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان ناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وحتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعوز اقولك ان هو عنده افضل الديكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيبوا الحلقة اللي بودعهم اسفل الفيديو لو حاني تابع معا نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي معاني النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة على صدرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب غزة الحية انا هبتدي من اول فيديو وده فيديو بالنسبة لي مهم جدا كان فيه جندي اسرائيلي كان دخل على محل هدايا في قطع غزة واول ما دخل على محل الهدايا ده عادي يضمر كل الهدايا اللي جواه خاصة وجان نوع من انواع الاستفزاز ليه جندي بيخش محل هدايا يكسر كل الهدايا موضوع ده جريب شوي الهدايا عزيتك في ايه ولا خطر على الجنود الصهاينة في ايه ده يوريك الإجرام زي ما حركة تشوف كده بسرط تخيني لأود دركة أفهم بخميش אלף إن لا نسکח تأميد להיות مؤحدين من ممارك منغيناء 250 אוקיי خندق طبق 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 ايه هتيجي تقولي تبقى فيديو عادي يعني هو فيديو مستفز بس عادي يعني انت جايبه ليه هنقول لك جايبه لان حماس صفه الجندي ده واقتلوه وعلى فكرة الجندي ده اسمه لييفي شارون وده اتصفن باله جميل اه الفيديو ده يكويس طب ايه علاقته بالليحنف دي الوقت حاول له حضرتك علاقته لأن ده بداية الكوارث اللي ه قول لحضرتك عليها اللي بتاد تضرب اسرائيل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا ايه اللي حصل احنا دلوقتي في عيد بيحتفل باليهود لمدة 8 يام اسمه هانوكا هانوكا ده كان عيد بيحتفل بيه اليهود بسبب انتصارهم من سنة 165 قبل الميلاد كان الملوك في اليونان عشانه حرب على اليهود واليهود انتصروا في الحرب دي وكان غرض الملوك اليونانيين انه هم يحرموا اليهود من الديانة بتاعتهم ويخلوهم يعبدوا الاوثان او الاصناع بس اليهود رافضوا وكانت حرب شريسة جدا انتصر فيها اليهود في النهاية ومن ساعتها وهما بيولعوا الشمعدان الشمعدان ده مربوط بعيد هانوكا في العيد ده بيجي اليهود يحتفلوا بيه 8 يام متواصل طيب ده رمز اليهودية بس عشان تعرف ان اليهود عندهم معاناة دلوقتي بسبب حرب كالزا واليهود مش محبوبين اوي في العالم ليه؟ لان انبارح اليهود وانصار اليهود كانوا بيحتفلوا في عيد كبير جدا في بولندا والاحتفال ده كان ضغط دخل نائب بولندي عاوز ينتقم لاطفال غزة ومشاهد اللي هو بيشوفها في غزة مسك في الفايت حريق ورش بها كل الناس اليهود اللي كانوا فيهم بيحتفلوا بالعيد ده ورشهم كلهم في منظر كان جريء كده زي ما حراك تشوف كده بس موسيقى 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 ده حاجة وعاوز اقول لحضورتك المشهد ده اه منتشر حاليا عالسوشال ميديا لان ده اه نائب بولندي او ده شخصية معروفة حد مهم في بولندا بس لازم تعرف ان اليهود بيهاجموا في احتفالاتهم بسبب جزة خاص بالمناسبة فيه فرق كبير بين اليهودية والسهيونية يعني فيه يهود ضد اسرائيل اصلا ضد النتانية بس اليهود سمعتهم تسوق في العالم كل خاص تحية حاجة تانية والحاجة المهمة جدا احتفالا بعيد هانوكا اللي بيحتفل باليهود جو بايدن كان راحه قدام الجالية اليهودية في امريكا واحتفل معاهم بالعيد ده وانا مبرح كنت ازاهت الفيديو على ان جو بايدن كان بيقول انا صهيوني وانا كنت قلت الكلمة دي قبل كده زمان بس انا بقولها دلوقتي انا جو بايدن انا صهيوني ومش لازم ابقى اسرائيلي عشان ابقى صهيوني انا صهيوني وكانت كلمة قوية جدا على فكرة نيويورك تامز النهاردة بتقول ان ده عمله باكلاش يعني انتقادات كتيرة جدا وهجوم على جو بايدن ان انت يا سيدي اليهود مقروهين جدا في العالم فانت جاي تقول انا صهيوني يعني ده مش بس يهودي ده صهيوني كمان فانت كده يعني بتوسيقل الموضوع ماشي بس خلي بارك جو بايدن ما اكتفاش بكلمة انا صهيوني الزهر دي كانت افتتاحية لان جو بايدن بعد كده ابتدى ينتقد نتانياهو في مفاجأة صارفة جو بايدن بعد يقول نتانياهو انا بطفقش مع كل حاجة متخلفة الراجل ده بيقوله في نفس الوقت طلع جو بايدن طلع قال حكومة نتانياهو حاليا هي حكومة من اكتر حكومات الطرفة في تاريخ اسرائيل خلي بقى جو بايدن ريس ابريكا بيول كده قدام الجالية اليهودية وان الحكومة الاسرائيلية دي مش بخليها نتانياهو يعرف تحارب كل ما نتانياهو يحب ياخد قرار مش حالف بيبي's got a tough decision to make the president said of israel's prime minister this is the most conservative government in israel's history said mr biden adding that the netanyahu led coalition doesn't want a two-state solution washington's preferred outcome after the war with hamas طيب ليه جو بايدن بيقول ان حكومة نتانياهو الاكثر تطرفهم في تاريخ اسرائيلي الحاجتين اولا ان اعضاء حكومة نتانياهو منهم مثلا اتبار بن جفير ده كان قدين في 2007 انهو بيحرط ضد العرب وعاو زيئة العرب تاني حاجة وزير المالية الصهيوني ده عليه احكام نتانياهو نفسه عليه احكام ومحاكمة بيتحاكم فعلا ايه الحكومة دي اللي اعضاها كلهم بيحاكمه والحكومة دي الصهاينة نفسهم ثاروا ضدها ونزدوا ضدها بعداد جفير عاوزيني نشيله نتانياهو مش عارفين فجو بايدن انبالح بيفتح الجرحين واو ام ايل اسرائيل ابتدتتطفقد الدعم الدولي اقضى جواساريه دي بتدتطفقد الدعم الدولي القصف العشوائي اللي بيقوم بي نتانياهو حاليه في قطاع جزة وما انقلش على فكره الجيش الاسرائيلي قال نتانياهو وقال حكومة نتانياهو القصف العشوائي اللي بيقوم بيه هيكلي الدعم الدولي يدقى زي ما حاجة تسمع بينه كده بضل. The president also said Israel is starting to lose support around the world, saying of Netanyahu, I think he has to change. And with this government, this government in Israel is making it very difficult for him to move. The government has to do that. But he has to do that being a member of the United States. With twenty countries, and the other countries have to do it on it. But in fact, number of countries has to do that. What they say is should be the United States. That is to do it for the United States. But by the United States and the United States have to do it on it. The United States. ما صوتوش دول مع امريكا. دول هتليقهم اوروبيين مع امريكا. بس خد بالك بقى من الدول اللي رفضت مشروع الكنون ده. منهم مين? النمسا. امريكا واسرائيل طبعا. والتيك وجواديمالا ولايبيريا ونيكاراجوة وبراجوية. دول اي كلام اللي ايضت اسرائيل. فين الدول الاوروبية اللي ايضت اسرائيل? مفيش. ده حتى كندا. لحسب موقع امريكا النهاردة بيقولك حتى كندا ايدت مشروع قانون واقفة لطلق النهار. وكندا دي ايه? كندا دي حريفة امريكا. على فاكرة الامريكان ما بيتجسسوش على الكنديين ولا الكنديين بيتجسسو على الامريكان. كان هم بلد واحدة بزر. نسل. احاجة اسمها في فايف ايز. فالفايف ايز دي كلها مش مع امريكا في قرار دعم اسرائيل. امريكا الوحدها تماما في دعم اسرائيل. فجو بيقوله دعم الدولة هيتغير? اه هو بطلق يتغير بالفعل. بس الموضوع غريب. بساني واحدة. هو جو بايدن كان قاعد نستني الام بتاح تتصور ضد اسرائيل. بيقيده مشروع قانون للاقاف الحرب? لأ. الموضوع اخطر من كده بكتب. ليه? نخب بالك فيانانشل تايمز. بطلق قلت لك على فكرة الكلام اللي قاله جو بايدن برح ده ده جزء من حملة ممنهجة في امريكا حاليا. يعني ايه? يعني الكلام اللي قاله جو بايدن كان اخر مرحلة في انتقاض اسرائيل. لان اخب بالك اول مرحلة من دي هي كانت ان امريكا بتسمح للمسؤولين صغيرين اللي هما مش زوم مرتبرة فيها يعني. ان هما ينتقدوا الجانب الاسرائيل. وبعد كده سمحت للمسؤولين الكبار. زي مسلا انتني فلينكين لما طلع يتكلم وقال مش عايزين يشوف الفضائع اللي شخناها في شمال غزة نشوفها في جنوب غزة. زي مسلا لويد اوستن اللي حزر من قتل المدنيين. فالمسؤولين الكبار ابتدوا انتقدوا. اخر مرحلة في الانتقاض هو الرئيس الامريكي نفسه جو بايدن لما طلع بينتقد اسرائيل. بس اوه هتفتكر تماما ان امريكا هتتخلى عن اسرائيل. مش هيحصل. وهو هتفتكر ان نهاية الموضوع ده ان امريكا تقول اسرائيل طب روح انت يا حرب لو احدك. برضو مش هيحصل. هو ضغوط. وبداية ضغوط لايقاف العملات العسكرية في اخر ديسمبر. من ساعة اخر ديسمبر هتشوف بقى ان الخلافات دي هتبتقي تشتعل بشكل كبير جدا. طب ايه اللي ادى للخلافات دي انها تشتعل? بص. اللي ادى للخلافات دي انها تشتعل دلوقتي هو متانياهو. متانياهو قبل اختب جو بايدن. طلع ايه? طلع ايه? طلع ايه لشكلنا كده هنشادنا حرب على الضفة الغربية. الضفة الغربية دي اللي فيها فتح. اللي امريكا عاوزة تخلي فتح تحكم قطاع غزة. وامريكا عاوزة بعد الحرب تخلي فيه حل الدولتين. صح? متانياهو طلع مبارح قلب الترابيس على الامريكان وقال لك ايه? احنا هنكش نشلنا حرب على حركة فتح والضفة الغربية. هناك خلافات حول اليوم التالي لحماس. وانا اريد ان اوضح وجهة نظري. لن اسمح لاسرائيل بالعودة على خطأ اوسلو. ولن اسمح بعد التضحية الكبيرة لمواطنين وجنودنا بان ندخل الى غزة من يعلم مؤبناءه الارهاب ويدعمه ويموله. غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان. فكاين كده نتانياهو بيلب الترابيس على الامريكان. والامريكان ما جوش جنبه. حدش جي جنبه اه وكان الرئيس الامريكي ما بينتقدوش ولا اي حاجة. بس نتانياهو هو السبب. طيب. سؤال. ليه نتانياهو عامل كده? ليه نتانياهو هو القلب الترابيس على الامريكان بشكل كبير. لسؤال بسيط جدا. ان نتانياهو على حسب صحيفتها اارتس وطايمة في اسرائيل يقولك ان هو ابتدى حملته الانتخابية. نتانياهو فارد نفسه ان هو آآ رئيس وزراء جديد. متخيل? طب بقينه مشروع? قالك انا الرئيس الوزراء الوحيد اللي حعرف امنع الامريكان من آآ حل الدولتين. وان هما يجيبوا فاتح او حماس. طيب. هو عرض نفسه اليهود كده. وعرض نفسه الصهاينة كده. برغم ان اغلبية الصهاينة ما بيحبهوش. لسا هو عرض نفسه ان هو الوحيد اللي حيارة في لجب جو بايدن. فعشان كده ده عرض دعاية. واللي اكتر من كده واللي اكتد لك المعلومة دي ان جو بايدن بعد كلامه. عايز قولك اللي تانيهو طالع رد عليه. قال له بقولك ايه لا حماس هتمسك قطاع غزة ولا فتح هتمسك قطاع غزة. ولا هخليها حماس استان ولا فتح استان. يعني مش هخليها ولا اسلامية يعني تقتل اليهود. مش هيحصل. ولا هخلي حماس استان ولا فتح استان. كلام واضح كده. فنتانيهو دلوقتي بيحب ان هو يصطدم اعلاميا بجو بايدن عشان يبدأ حملته الانتخابية زي ما بيقول الاعلام السهيوني بس. هل خلف الاباب مغلقة? في حاجة تانية? اه. لازم تعرف ان خلف الاباب مغلقة ان القادة الاسرائيليين عادين مع القادة الامريكان. فين? في واشنطن. اللي قال كده موقع استخباراتي اسمه اكسيس. قالك على فكرة. اه قائد الجيش الاسرائيلي على مستوى التكنولوجي او الفرع التكنولوجي والاستراتيجي قاعد مع مسؤولين الامريكان والقادة الامريكان في واشنطن. مش بس كده قائد سلاح الجو السهيوني قاعد مع الامريكان. ليه? لان هما رايحين الامريكان يقولون احنا مش عارفين نقضي على حماس في الوقت القريب. عايزين نغير التكتيك بتاعنا. فالامريكان هيشوروا عليهم بتكتيك جديد يتبعوه داخل القطاع جز. خصو. والتيكتيكات دي بيتم التفاوض عليها حاليا. خلاص. حتيجي تقول لي طب ما انت ام بارح قلت لنا ان لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي رايح لاسرائيلي. ايه بقى المسؤولين الصهاينة قاعدين ليه في امريكا? هقولك لحكتي. اولا المسؤولين الصهاينة قاعدين في امريكا وحيطولوه. حيطولوه. خصو. في نفس الوقت لويد اوستن لما يروح هناك. حيناقش فيها الاتفاقيات فيما يخص التيكتيك الاسرائيلي عشان يتم تعديله من بعد ديسمبر. اصلا. يعني ايه يتم تعديله? يعني دلوقتي الامريكان عاوزين الصهاينة يكفوا اعداد قواتهم في غزة. ويتتبعوا اسلوب الهجمات المركزة. السبابة بقى هجمات برية يخش يجيبوا آآ قائد من حماس. يخش يقبضوا على قائد من حماس ويمشوا. انهم ما يحتلوش بقطاع. عاوزين ان هم يحصروا قطاع غزة. امريكا مش معترض على حصار قطاع غزة. عسكرية. ولا معترضة على احتلال بعض المواقع في قطاع غزة. هي معترضة على احتلال كامل قطاع غزة. فالجيش الاسرائيلي ممكن يحتل او يتمركز في بعض مناطق قطاع غزة ويقوم بعمليات مركزة ويرجع تاني. ده التكتيك اللي هيشور عليه لويد اوستن على الصهاينة. وهيتم منقشته في واشنطن بين المسؤولين الامريكان والصهاينة. واخد بالك ان الحاجة الوحيدة اللي في الحرب دي وده حاجة جديدة بالنسبة لنا. ان ممكن اجتماعات متصلة تحصل في دولتين منفصلتين. يعني ايه? يعني ممكن الامريكان يعودوا مع الصهاينة في واشنطن والقضاء الكبار الامريكان والصهاينة هيعودوا في اسرائيل. والاتنين يكونوا بينقشوا نفس المرفات. عن طريق الزوم اه او ان هما بيكلموا بعض. اه والاجتماع هو هو. لسه. فالموضوع ده حصل اكتر مرة حصل في قطر. لسه. بيكون فيه مسؤولين صهاينة قاعدين مع القطرين. ومسؤولين منفتح قاعدين مع مصريين. والاتنين بيكلموا بعض. فالموضوع ده ابتدى ينتشر شوية. اللي انا عاوز اقوله في الاخر هو اقعد فتكر الامريكان هيتخلوا عن الصهاينة عمالين يتكلموا وينقشوا بعض. بس بداية الصدام الاعلامي الضخم. والقوي هيبتدي في اخر ديسمبر. هيبتدي بقى ايه? اصوات تعلم. ماشي? عشان الصهاينة يخفوا من عملياتهم العسكرية. ده حاجة. حاجة تانية. حاجة المهمة. خد بالك ان الموضوع في اسرائيل صعب جدا. جدا. وبدون ضغوط الامريكية. وبدون التعديلات العسكرية الامريكية اللي الامريكان عاوزينا من الصهاينة. لازم تعرف ان اه ضحايا اسرائيل قطار جدا. وقالك شفت حرارك مبارح ان عموس هارل اللي هو محلل عسكري اسرائيلي قالك مشكلة الحرب بتاع الجزة دي مش في عدد القتلى. انشان الله يموت الف قطيع. المشكلة في حاجة واحدة بس. الضريبة اليومية اللي اسرائيل تدفعها. يوميا في جنود اسرائيليين بيموتوا. ودي ما حصلتش في تاريخ اسرائيل كلها. قبل اسرائيل في التاريخ الحديث. ما كانت بتدفع بعدد من الجنود الصهاينة يوميا يتقتلوا. الجريب الكمين اللي حصل انبارح في حي الشجعية. على حسب time of israel. المقارة بتكشف لك كارسة. تقول لك ايه? تقول لك خب بالك. ده انبارح فيه اربع جنود كانوا في حي الشجعية. خاصة. شافوا تلت ديوت مهجورة. قالوا يخشوا يفتشوها. يمكن يلاقوا فاتحة نفق. الحقيقة اللي اربع جنود دول دخلوا اول مبنى بالفاعد. لقوا فاتحة نفق. خاصة. نفق من انفق حباس. فالحقيقة ان الجنود انبهروا جدا وابتدوا ان هم اه يحاولوا يتصلوا بالكتادة بتاعتهم. اول ما جوم يتصلوا بالكتادة بتاعتهم تم الاشتباك معهم من عناصر حماس بشكل كبير وقتلوا الجنود الصهاينة دول او اشتبكوا معهم لحد القتال. فالحقيقة ان اه الجيش الاسرائيلي هصلوا حالة فزعة. ليه? اولا لان هو خايف ان الجنود دول يتم اه اختطاف جساسهم. يا اما يكون في جندي مصاب فيهم فحماس فاختطفهم. فعمل ايه الجيش الاسرائيلي? على طول. خرق اه وحدة تانية من عدد اضخم من القوات تروح تنجد الاربع جنود دول. الوحدة الاجبر دي لما راحت عشان تنجد الجنود الصهاينة دول وقعت في حقل الغام. وتم الاشتباك معاهم ورمي عليهم كنابل وتم اصابة عدد اضخم من الجنود. وبدالك بس. ما بجيش الاسرائيلي عمل ايه? اما حرك وحدات قتالية اضخم بكتير جدا. تحركت عن طريق الشرق وعن طريق الغرب وعن طريق الشمال شو بيتحركوا قد ايه? انا بقول حركة اه يعني دول كتايب عسكرية بيحركوا كتايب لمنع اسر اي جندي مصاب اسرائيل. وفراكوا كتايب الكتايب دي برضو وقعت في حقل الغام وتم الاشتباك معاهم. بتقول لك المشكلة ايه? مشكلة ان عدد الجنود اللي تقتلوا تسعة. يعني لو كانوا بينكز اربعة يتقتل تسعة. مش هنا مشكلة. في مقدم يتقتل. وده تامن مقدم يتقتل. وفي عقيد يتقتل. وده خامس عقيد يتقتل من بداية حرب. سبعة. دي كارسة عالجيش اسرائيلي. يوميا بيتقتل. مش عارفين يقفوا للسلسلة دي. فا اه اه طايمة في اسرائيل. بتقول لك كود بالك ان حي الشجعية ده تقريبا بوابة جوهنب بالنسبة لجيش اسرائيلي. اقوى كتيبة بالنسبة الحماس هي كتيبة الشجعية دي. كتيبة الشجعية دي اسرائيل مش عارفة تصفيها. والعرفة اه تقضي عليها. وعقد الاصابات والقتلة في الجيش الاسرائيلي في منطقة الشجعية دي بيخليها يسوطوا. اسرائيليين عندهم تلاب مناطق مش عارفين سيطاروا عليهم لحد دلوقتي. حي الشجعية. مخيم جباليا. وخان يومس. لحد دلوقتي تيها بس من الدعاية الاسرائيلية واحنا حنعمل ونسوي. يا باش انت ما خلصتش اصلا. عشان تقول حل الدولتين ولا مش حل الدولتين. وعشان تانية ويطلع يرشح نفسه من جديد. على ايه? يا بني ما خلصتش. بمعنى او باخر لا يمكن لالجيش الاسرائيلي تحقيق سيطر على مناطق واسعة او حتى ضيقة في قطاع غزة دون ان تتقدم قوات الاحتلال الاسرائيلي ميدانيا وتخوض معارج ميدانية داخل ازقة مدن وبلدات قطاع غزة. وكشف ان المقاتلين عادوا بالفعل الى مواقع قصفتها اسرائيل وبعد انتهاء القصف عاد مقاتلوه القسام الى تلك اه المناطق. طيبه في اسرائيل بتركز على الكمين دا وتقولك الجنود الصهاينة لاحظوه ان اه مقاتلي حماس تبتدوا يتحركوا في واحدات اصغر. يعني قبل كده مقاتلي حماس في بداية الحرب كانوا بيتحركوا في حدود باعداد اكبر شوية. يعني مسلا يتحرك عشر اشخاص. خبص? للاشتباك مع قوات الصهاينة. دلوقتي القوة القتالية لحماس بتادي تبقى اصغر بتادي تبقى متفرقة اكتر. فابتدى مسلا خمس اه جنود من حماس او خمسة من المقاتلين الفلسطينيين يشتبقوا مع الجيش الاسرائيلي في مناطق مختلفة بدل ما كانوا عشرة. هل ده نقص في قوات حماس? لا. بس حماس تتبع تكتيب جديد لاحداث اكبر ضرر في الجيش الاسرائيلي. حتيجي تقولي تم الاسرائيلي قالوا ان هما قتلوا سبعة تلاف واحد من حماس. هقولوا حلالك تقديرات جنود حماس ان هما من تلاتين الف لخمسة وتلاتين الف جندي او لاربعين الف جندي كمان. اه التقديرات هنا بتختلف. محدش عارب بالزبط جنود حماس عددهما الدقيب. بس اكيد اكيد هما مش سبعة تلاف ولا هما عشرة تلاف ولا هما حتى عشين الف. هما اكتر من خمسة وتلاتين الف جندي. فلسة لسة اسرائيل قدامة وقت كبير اوي. اوي. خبس? وكل الحاجة بتشوفه ده دعاية اعلامية لان الصهاينة بيصوتوا في الدقيب. بحاجة. حاجة تانية واللي ركزت عليها صحيفة اسمها نيويورك تايمس. نيويورك تايمس تقولك ايه? تقولك النهاردة حصل حابس جديد عند باب المندب. والجريب في الموضوع ان الحاوض استعباب المندب دي اصبحت يومية. الحاوضين كل شوية يمنعوا يا اما ناقلة نفط راحة ميناء ازدود. حتى لو مالك السفينة نفسه بتاعت حاملة النفط النرويجية اللي ضربت مبارح عند باب المندب طلع قالك لا دي ضحى ايطاليا. لا. الاعلام الاسرائيلي نفسه قالك حاوضة النفط دي كان حضرسه في ميناء ازدود نفسه. يا سيك بس من كدد اه وسائل اعلام الاسرائيلية. قالك اصلا قلة النفط دي اللي ضربها الحاوضين ما كانتش راحة اسرائيل. دي كانت راحة ايطاليا. لا لا. كانت راحة اسرائيل. وانا اكدت لحضرتك المعلومة دي. خاصة? فلانا عاز اقوله ان الحاوضين يوميا عامين اه يبنعوا سفن. يضربوا سفن. يختطفوا سفن. وبيضربوا صواريخ على اسرائيل. طب ايه اللي حصل نوع ابتامس تقولك الحاوضين دلوقتي باللي بيعملوه ده اصبحوا بيكتسبوا شعبية في الوطن العربي. ليه? والله هي لان كل الوطن العربي لبتحركش. محنش بيتحرك اصلا. محنش بعمل حاجة. فالحاوضين اه تحركاتهم دي بتبسط العرب. تاني حاجة الحاوضين ابتدوا ينتقلوا من قوة محلية او قوة ارهابية اه محلية انها تبقى قوة اقليمية. ودلوقتي امريكا عاملان حساب. ده اسرائيل مبارح سحبت اه كورفت او سفينة صغيرة. اه كتلية اسمها ساعر ستة. عفكرة ساعر ستة دي. دي من احدث الكورفاتس اللي داخل البحرية الاسرائيل. اسرائيل ما عنداش غير اه غير خمسة كورفاتس بس. من ساعر دي. ماشي? سحبت منهم واحدة. طب الخمسة دول كانوا بيعملوا ايه? كانوا بيحصروا اه البحر. عند قطاع جزة. سحبتهم عشان توديهم بحر لعب. طيب. لازم تعرف ان ساعر ستة دي. متطورة جدا. وبتحمل نظام كوبة حديدية. اسمه سي دوم. مش الايرون دوم. يعني بص اه الكوبة الحديدية في اسرائيل اسمها الايرون دوم او الكوبة الحديدية. خلاص اتطوروا منظومة دي عشان يحطوها على مقاتلات بحرية او مدمرات بحرية. وسموا الكوبة الحديدية اللي بتتحط على المراكب بحرية سموها سي دوم. نسخة منتطورة ونسخة بحرية ما بتتأثرش بمختلف ظروف الجوية وبتعرف تعترض السورية. اسرائيل دفعت بالكورفات دي او الفرقاتة دي في البحر العملي. لازم تعرف ان الحالفين بيدوروا عليها الجوية. عزيز ربوها. نعم. لان ده هدف بحري عسكري اسرائيلي موجود في البحر العملي. موجودة فين? حتش عارف. بس اسرائيل بعت منظومة الكوبة الحديدية دي وبعت ساعر ستة. ده سبب بسيط جدا انها تعترض المسايرات والسوريخ الحالفية اللي بيتم اطلاقها على ميناء الانت. لان مبارح في كزا ساروخ اطلقوا الحالفين اخترق منظومة الكوبة الحديدية وسقط في ميناء الانت. فاسرائيل مش عاوزة كده بتعزز دفاعاتها في البحر العملي. الموضوع عكس ما انت شايف في الاعلام. الموضوع في اسرائيل خربان. الجيش الاسرائيلي عنده مشاكل. الجيش الاسرائيلي بيحارب على الجبهيتين. مبارح يقولك هنكش الضفة الغربية. لأ اصلاحنا عاوزين نفتح جبهة لبنان. لأ اصلاحنا اضرب الحالفين. وان اي حاجة من دي لان هما لسه غارزين في غزة. خلص غزة. يعني انت ما تخلص. انت مش عارف تخلص. لكن يا رب اكون شاحت حدراتك الموضوع بشكل مبسط. ويا رب اكون اضافت حدراتك اي معلومة جديدة. آآ تكون مهمة بالنسبة لحضرتك. ويا رب انصر مصر. رب انصر العرب. ويا رب انصر فلسطين يا رب. تحية مصر. سلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.